موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الطليع الفضائية رمضان مبارك وكريم علينا وعليكم إن شاء الله والله يبعد بلدنا الحبيب العراق وكل شعوب الإسلام والمسلمين من هذا الوباء بحق محمد وآلي محمد وحلقة جديدة من برنامج منشد العراق الموسم الثالث خلونا نرحب أجمل ترحيب باللجنة الموجودة ويانا الحاضرة لمنوريننا دائما وابدي بالشيخ القارئ ميثم التمار حياك الله شيخنا حياك الله وبياك وأهلا وسهلا ومرحبا نسأل الله تبارك وتعالى دوام التوفيق والنجاح والتزديد صياما مقبولا لكل من صام أسأل من الله تبارك وتعالى أن يمن على بلدنا بالأمن والأمان شكرا لحضرتك وشكرا لقناة الطليع الله يبارك بيك المنشد والملحن المميز على الدلف حياك الله الله يحفظك أبو حسين كل عام وأنتم بألف خير نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع الله يوفقك الأستاذ الكبير سمير صبيح حبيبي رمضان كريم عليك وعلى أمة محمد وعلى الكادر والقناة أجمع العاملين عليها والعاملين بها إن شاء الله كلكم بخير ورمضان كريم وإن شاء الله حظ كبير جدا للمتسابقين بينا شكرا جزيلا اذن الرحب أجمل ترحيب بالمجموعة الأولى اللي انضمتوا إيانا خلال هذه الحلقة الرحب بهم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المتسابق كرار الحمداني من البصرة الحبيبة كرار الحمداني من محافظة البصرة وعليكم السلام ورحمة الله أهلا كرار ليش تروح ليش تروح ليش تروح قطرة حال ما بيئ مثل وردة ويطمها تراب الأبول وعافي لبنية مثل وردة ويطمها تراب الأبول وعافي لبنية أقول أنساء بس ألقاك بعيوني يدك باب الحزن خطار يدرب أهلي عافوني ترى الي نعاف تبقى العبر خانكته توالي يلبس الدمعة سالفته تعب حالي انشغل بالي لمن راح أخذك العاف يبروح الله يوحدك يا كرار الحمداني يا حبيبي أتمنى لك الموفقية بحق محمد وعلي محمد وأتمنى لك حضاء وفر انت شاب طموح مبدع إن شاء الله أستاذ عالي الدلفي أين المشكلة ما تكرر الحمداني؟ نفس المشكلة اللي يعانون منها الشباب إنهم الارتجال أمام اللجنة أنا سأل سؤال بس أستاذ عالي يعني معقولة هي الوديتها بالوصف هي قبلتك عليها اللجنة الأولى اللجنة المشرفة على وديتها يا نفسها لا غيرها تقدر تقرارنا شوي شكرا 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 إلك يا كرار الحمداني استاذ عالي نرجع من جتي من اللجنة المشرفة بالقناة وصلت أمامني الخلل بك مو بالوديتها أو بالدعي هي المشكلة يعني تصدف الولد يعني عندها صوت عندها صوت لكن ما محضر سالله شاهد يعني يوما ما نايم جاي الطاريخ كلها انت يوما ما نايم انت تعرف عندك مسابقة وعندك برنامج المفروض تريح حمس ها حبيبي كل اللي يوقفه وقاله وإحنا ما نايم نفس الشي وكل هم مسافرين توان من بيتكم بالبصرة هسوى استاذ سمير انطاك فرصة ثانية زين حتى نسمع من عندك شي ثاني هم ارتجلت بالعداء الارتجال ابني شي خطر يعني انت ذا مو شي محسوب زين يطلعك من مسابقة كاملة وهذا اللي صار هسا حاليا انت صوتك لو باقي بس على صوتك ما مصرف زين حتى ما نحس انه انت نشزت ممكن افضل من اللي يساوت شكرا جزيلا يا كرار الحمداني حبيبي ما قدر تتأهلوا يانا المرحلة الثانية الان المتسابق مرتضى شويلي من محافظة الديوانية موسيقى 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله موسيقى ان شاء الله محضرة قصيدة للرادود عمار الكناني سوت بيك الخيل ألف تحية للرادود القدير عمار الكناني تحياتنا اليك تفضل حبيبي سوت بيك الخيل شو متغير حيل شو متغير حيل سوت بيك الخيل جاوب نور ايحد العالي ما اقول انت احسين الغالي سوت بيك الخيل سوت بيك الخيل جاوانت صدر كيل بيك الخيل جاوانت شوع الصادو الحافير فارس جاوانا ورد اللي بيش فاكين غير اس جاوانا عطر التيني ثرامني النفس بس أسمع ونات جواني لتشلمات جواني لتشلمات بس أسمع ونات مو من طبعك وانك عالي ما أقول أنت أحسي عن الغالي شكرا لك يا رب تغشي سوت بك الخير طيب الله أنفاسك يا حبيبي موفق إن شاء الله أتمنى لكل التوفيق حياتك ونورتنا صراحة لكن نعتذر ما قدرت تتأهل ويانا شيخ ميثم تمار ملاحظة لي مرتضى شويلي مرتضى سلام عليكم مرتضى لازلت تفتقر إلى الثقافة الأدائية لازلت تفتقر إلى الارتكاز بصوتك لازلت في بداية الطريق طبعا هاي مولقة صيداني من حضارك مرتضى مرتضى حبيبي أنتم أربعة آلاف أو خمسة آلاف وصل الآن يمكن متقدم المختارين هم يمكن ألف وكسر ما أدري جول بالمئات يعني والله شلون حبيبي إذا كل واحد بيكم ديقر القصيدة لما نقول له ملاحظات يقول أنا أعتذر ما أمحضر هذه القصيدة أو أنا منايم أو أنا مسافر تقولكم محافظات حتى اللي في بغداد نفس الحالة في هذا الوضع هم وصوله كذا صعب فإحنا نعتذر يعني أحياناً ممكن نتعاطف مع بعضكم وننطيف فرصة ثانية لما نحن نشوف أكو ممكن شوية يعني نساعد نفسه لكن احنا نعتذر منك أنت بحاجة إلى تدريب أكثر شكراً لك شكراً شكراً جزيلاً يا مرتضى الشويلي أتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله الآن المتسابق مصطفى سعد العاجيبي من السماوة مصطفى سعد العاجيبي يا هلف صفاوي موقر السلام عليكم وعليكم السلام أيها الموقر المحترم أهلاً وسهلاً قصيدة الإمام الرضا عليه السلام عليه السلام عدي لي المايك هذا شويهي صعدة هذا لا لا بس هاي الصافرة أشتيدك أشتيدك قال مولاني الرضا حفيه 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 حلو قال مولاني الرضا الله الله ورواه ابن شابيه الله الله إن جادي الحسين الله الله ما تعاط شانان سليم إنه يوم الحسين أقرح جفوننا الله وأذلنا عزيزنا وأسبل دموعنا في أرض كربلا في أرض كربلا أحسن الله وفقك أحسنت مصطفى يعني هسا هو دقيقة وربع حتى هم دقيقتين ما أكمل نعم واختصر الموضوع أكيد الموهبة واضحة علي ممكن بمصد دقيقة أتمنى لكل التوفيق أستاذ سمير يعني شوف يعني مصطفى بهذا العمور وما أعرف عمره جيد مصطفى 13 سنة 13 سنة يعني الحبار الصوتية تبدأ بعد 15 سنة بعد المراحقة يقولون أن تبدأ تثغير افترض إرادة التمرين يعني كون بالسماء وهم أهل لها أهل السماء بالرميثة أنت بابا مدينة الشيخ بالرميثة مدينة الشيخ ياسين الرميثة مهل الرميثة هم خدمة الحسين ياسين الرميثة وسيد سعيد الصافي وطاقات كبيرة أنا البرحة أبو علي فيلتزمك العفو على ذكر ياسين الرميثة وصلت سيطرة قبل مدينة مدينة الشعلة يجع واحد شرطي قال شيخنا ممكن أخذوا ياك صورة قلت له بخدمتك صورت وياك كذا قالت هم ما عرفتني قلت له قال الآن ابن ياسين الرميثة يا عيني موجودة سيد والله بس بين بيتنا بالشعلة بالسيطرة قلت له فعلا هم الرميثة والسماء وفؤل بالعموم الفرات الأوسط يعني خدمة الحسين عدم في الشيء يعني لا يستهان به بل هيك جل جل اهتمامه هي خدمة الحسين مثل ما جنوب وغيره شكرا من الموفقية صفاء حبيبي أنت تجنن وصوتك يتجنن ورب وفقك وأنا راح أتونس هواي بالمرحلة الثانية وأنت موجود إن شاء الله حبيبي إن شاء الله مصطفى سعد العاجيبي شكرا لك تأهيلة ويانا يا حبيبي الآن المتسابق عبار السويداني من محافظة السماوة حياك الله يا عبار أهلا وسهلا عبار هاي سويت بنا باسمك جميل لا هو عمار لا هو عباس هاي مين لقيت الاسم لا يا جد الله لا صدق جدك سمات الله يرحمه برحمة الواسطة نعم عبر الصعاب حبيبي عبار سيغة مضالغة هاي راح تومي البيت وظلام باتصام هاي واسمعي ونيني وبشي وبقربنا الحسين قال لي الحسين زيانبي المظلوم وين وما خلاص بياناتهم عن هالحوار ما خلاص بياناتهم عن هالحوار شاي لي بقلبي حشي والحشي تبع بشي أولي حشي مشيت عني إزجية راحتي أولا ما تريد ماتتي بعمري الوريد وظلوا يا يتام الحسين وحسي أنا خيه وحلزي أنا بدورا وين صارت ما درا هذا ما وقف وش عمل يا ناس بيان هذا ما وقف وش عمل يا ناس بيان حبيبي بلا زحم عليك الحسين اسمعي تقدر تسمعنا تراث تسمع اللجنة تراث قديم ترادود عتيق بيان من وجهك من شكلك من قرايتك صحيح لو أنا غلطة صحيح رادود قديم انت يلا تفضل بس قبل ما تقرأ القصيدة وحدة موضوحة الإمام الحسن يقل للحسين سلام الله المظلومة زينب والإمام علي موجود يا هو اللي يقدر يظلم زينب بكم الله بكم الله بكم الله بكم الله بكم الله شمعت ضي وعيوني دغري ذيبني عبد الله يا شمعت ضي وعيوني يا وليدي خلي الماء لا تطلب الماء كي الخافي مني تروح ويتقي الطيح حشى الله يوفقك بحق الأمام الحسين يا عبار أتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله أتمنى لك الموفقية لكن أريد أسمع ملاحظة من الأستاذ علي الدلفية طبعا تحياتي لك الله يحفظك إن شاء الله المشكلة بالأداء عندك مشكلة عندك بالأداء صار يخونك النفس بالثانية وبالأولى ما شانت راكز بس بالثانية أركز أركز طبعا بس كان يخون النفس بالثانية فخبرة الأداء ما موجودة عندك بهذا الموضوع ومبين تعب عليك فما شانت مقنع صراحة شكرا جزيلا لك يا عبار موفق عبار حبيب أتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله الآن المتسابق أحمد البديري من محافظة الديوانية أحمد البديري حياك الله يا أحمد أحمد سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وعحمة الله موسيقى 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 قِعْدَ ويقْبَالَوْ بِشَاوْ بوية ماتت أمنا فاطيم وبحظين حدار هوو بوية قيل للسمة إذ بها ماتت فاطمة بوية قيل للسمة إذ بها ماتت فاطمة بوية علي الله يوفقك يا أحمد البديري أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله شيخ ميثم أحمد البديري حبيبي حمودي ما تأهل ويانا والله حمودي تخوش رادود بس بالمستقبل إن شاء الله لأن أنت تحتاج بعد إلى أن تأدي بإحساس أعلى وبتعبير أفضل زين حمودي إيش قصار لك رادود أستاذ جديد يا حبيبي جديد إيش أتمنى لك التوفيق حبيبي أتمنى لك التوفيق بالمستقبل شرف بيك الله يوفقك يا أحمد شكرا إليك إذن أعزائنا المشاهدين أحمد البديري ما تأهلوا يا أنا مثل ما لاحظتوا الآن المتسابق محمد عباس من محافظة الديوانية محمد عباس يا أحمد أتمنى لك أحب الحسنة وعليكم السلام أي غرار أحبيب أحب الحسنة كل شراء قد حرامات المحنة شيعوها مبين خامتها حلوة كل شراء بالما داميع والحزين من ودعوها نحن حشوية نحن حشوية اجد مشي يطوي هذا العمر بينه وبس مناح محمدك ما لقي الدنيا دورناها كلها وما كراح ايه والله صحيح صحيح يوم يوم يقصر عمرنا يوم 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 ترجم يوم 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 كسريت شراعي ظل عصوف لبصف ضليع وابني لأي من بار دميع الفاقدة احباب الشلي غير النواعي الفاقدة احباب الشلي غير النواعي ايوان ايوان ضيعة احباب هاي شوية تعبان شوية تعبان الله موفق موفق ان شاء الله حلو حلو ان شاء الله جميل جدا ان شاء الله طلبت من اللجنة تأجل الان صوت الكرفة طبعا متأكد من اروح انس اريد اني اريد توضيح من اللجنة اتم لان صوته تعبان مثلا لو مثلا هو عند الصوت اريد توضيح شنو ايوان صوت جميل جدا بس هو مريض مريض ادم شكل حلو نعم صوت جميل جدا لا لا صوت جميل جدا بس هو مريض ما عندنا مجاملات علي شنو مجاملات امكانية خاطئة صوت اداء حسين حتى الصورة واضحة قدام الناس ان شاء الله ستشوفونا بالمرحلة ثانية ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لك يا احمد يوسف من النجف اهل اتويانا الان متسابق عباس ناجح العناوي من النجف الاشوف جاهicio السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم جرفي البواجي الروح مي ينتظر عمر خلاص طبيعي الاتويه الحسر على جرفي البواجي الروح مي ينتظر عمر خلاص طبيعي الاتويه الحسر يلا مايخال ستوقع عالية الطبقة عالية طبيعي الاتويه الحسر على جرفي البواجي الروح مي ينتظر عمر خلاص طبيعي الاتويه الحسر هانت ليالي يظنون شلمات بايت شريجون هانت ليالي يظنون حافية شلمات بايت شريجون انا العليلة انا العليلة انا العليلة كل شيء قدمحا نزش الحناي الروح علي لا يفضي وفاقتك غير يا الواني علي لا يفضي وفاقتك غير يا الواني وفاقتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا انت عبارت يعني ان شاء الله انا ارجو المعظر من اللجنة كل التوفيق لك الله يوفقك ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله بس انت لو كنت تحافظ كنت تتأدي أحلى بس الله يوفقك صوتك حلو حلي اعزائنا المشاهدين الآن دعونا نذهب وياكم للمجموعة الثانية اللي راح تنضموا يانا في الحلقة ان شاء الله لكن بعد الفاصل فرجعنا وياكم جمهورنا الحبيب مشاهدين الأعزاء والرحب أجمل ترحيب بالمجموعة الثانية اللي انضمتوا يانا خلال هذه الحلقة صلوا على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد المتسابق مصطفى الغزالي من النجف الأشرف إسستقل الغزالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أها مصطفى على عقار الله إسها اللح ماigم بيك الخيل شو متغير حيل شو متغير حيل سوّت بيك الخيل جاوب نوريح دلالي معقولا تحسين الغالي شو متغير حيل شو متغير حيل جاوين صدر يكل بالرقة انتيرس جاوين شو عالصيدور حافير فرس جاوين وردل لي بيشفاك انغرس عفية مو من طبعك والنقالي معقول انت احسين الغالي شو متغير حل شو متغير حل الله يا رفض لك احسنت يا مصطفى الغزالي طيب الله انفاسك اتمنى لك التوفيق بحق محمد وقالي محمد استاذ علي اكو مشكلة كانت بالادا تحس فيها يعني عند مصطفى والله بصراحة يعني التكلف الزايد اللي عنده منعني من هذا الموضوع هو باله يعني يمسرح القصيدة ويمثلها ويوصلها بس بهالطريقة واضحة بها تكلف عالي لو شوية مخفف من هذا التكلف اللي عنده وشوية منطيني احساس اكثر زين هو كاداء زين كان زين كان ضغطت لكن اللي شفته مو مقنع بالنسبة لي آسف منك شكرا شكرا جزيلا يا مصطفى الغزالي ونتمنى لك حضع اوفر ان شاء الله المتسابق ابراهيم الفتلاوي من محافظة واسط العزيزة ابراهيم الفتلاوي من محافظة واسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريحتي الطاف هبتي بنا اسم حزينة شاهدي تشيف من قطيع يومي علينا اشري لصاب الهلال والدمير بأي عيون سال اشري لصاب الهلال والدمير بأي عيون سال من قطيع يومي علينا هبتي رياحي الفجيعة وزيانة بالحرة تشيمها من عطيرها الليلة ذكرت لن هديخ خانت خيمها للسماء شعلت لذارها شافتيه لعليل هضامها وشفو أخوها الدامي لاحد والصدى يندب سيمها طيب الله انفاسك يا ابراهيم الفتلاوي طيب الله انفاسك اتمنى لك التوفيق يا حبيبي نسمع ملاحظة من شيخ ميثم التمار الله يحفظك ابراهيم اتمنى لك التوفيق ابراهيم لازلت في مقتبل العمر ان شاء الله الطريق امامك ادائك لازال ضعيف لازلت لم ترتكز على المسار اللحني بشكل صحيح تتخبط من هنا وهناك حتى عندما حاولت ان تأتي بحلية جيدة في درجة الصوت اعلى اخفقت لم توفق في ذلك شكرا انا اشكرك شكرا جزيلا حظ اوفر ان شاء الله يا ابراهيم اتمنى لك التوفيق الان المتسابق علف ليح من محافظة الديوانية امودع الله يلحنين امودع الله يلحنين امودع الله يلحنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من جميع الاداءات والالحام يعني العفو بس ادى مصحيح ما انطى عرب ما اصرف تصرف بالكلام ما اخذك بس ابو علي بغير اللون تطلع العرب بس اطلع شوته مثل ما اوكو الخام يحتاج الى ثقافة ادائية اعلى وحنا نريد منشد العراق مثقف ادائيا ولحنيا يخلو من التنغيب يعني التصرف العرب يعني قرأت خام قطعة خام انت من تقرأ لحنا علي لا تسوي الحلية بحلقك اتح انجرتك حلوة يعني لا تقول يا علي يرد للخيام لا قل يا علي يرد للخيام حسن شكرا جزيلا علي فليح اصفين ونعتذر لك وان شاء الله حضر اصفر لك الان المتسابق محمد القشاوي من محافظة واسط هلا لك اختبئ اهلا لك انت خلقك اهلا لك طبعا القصيدة البيت ابو دية رحيما اركابي ان شاء الله تحياتنا الله جميل بابا تحياتي 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 التحياتي ايام مقام الابو زيه تعرفها عفية يلا كم القصيدة للشارع عبدالخالق الحرية شاوي نص دقيقة عندك يا عيوني فارقوني والله من تبتشين دم عليهم عليهم آه يا زيني آه يا زيني آه يا زيني آه يا زيني أتمنى لك التوفيق يا الله محمد الدشاة حبيب انتهى وقتك محمد كل التوفيق لك حبيب عبرت الدقيقتين وأنا بخدمتك لكن احنا ملزمين قدام المشاهدين قدام المتسابقين بأن احنا آه كل متسابق إلى دقيقتين يقرأ ابو ذيه يقرأ نعي يقرأ قصيدتين يقرأ قصيدة احنا نريد يقنع اللجنة خلال هاي الدقيقتين مو صح استاذ سميل؟ احصلت أنا والله حسيت بالأبو ذيه امكانية صوت جميلة جدا لكن أيضا الأبو ذيه ما قرأه بشكل صحيح حتى لا يقول يعني الأبو ذيه ما تقرأ هكذا مو بالإلقاء الشعري يعني من تقرأها كصوت لزاما عليك الشطرين الأول تقرأ واحد والثاني الثالث والقفل واحد حتى تصل فكرة الأبو ذيه انت قريت كل شطر واحد نغمت بالأشطر سويت عرب جميلة جدا بس بكل شطر يفترض قط البيتين الأول وبعدين القفل وهو الارتكاز بالأبو ذيه على القفل الدهشة بالقفل فما سلمتها من البيت الأخير للشطر الأخير حسن شكرا جزيلا حسن شكرا إليك اتمنى لك التوفيق هذا ما يمنع عن تصوت وإن شاء الله خادم من خدام مام الحسين والحياة قدامك إن شاء الله موفق موفق إن شاء الله في جولات أخرى ومسابقات أخرى الآن المتسابق محمد جبار عبد الحسين من محافظة واسط محمد جبار عبد الحسين موسيقى 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 إلا بحظنك يدافي أنا ليلتي العيش الكعيب ليلتي وداعي وخصام خايفة من صبح باشر باشر يسوف وسهام باشر يسوف وسهام دللي دني عودي دني طيب الله نفاسك يا محمد جبار عبد الحسين وأتمنى لك التوفيق بحق محمد وقالي محمد شيخ ميثم خدمتك محمد شلونك أخبارك أنت دائما يشتقرأ خليني العدانة شوية أعلمك تسمح لي أتمنى تقول مو يفوق صدرك إلي خايفة بهذا الظلام مو يشي قال مو شبابنا لو بالغة تاني هي شي قال مو ملة تدري ما أرتاح إلا بحظنك يدافي أنام أنا غاية ما جاي أقرأ جاي أصرخ ما جاي أستخدم حنجر بس من نقول بنفس الدرجة الصوتية وبنفس اللحن بو يفوق صدرك إلي خايفة بهذا الظلام تدري ما أرتاح إلا بحظنك يدافي أنا في خطلي علي شوية نحتاج أن نؤدي هذه ثقافة الأداء لازم يتأدي بحنجرتك توزع الصوت تخلي خشمك ينغم بالغنى الحلوة توصل لنا المفردة بإحساس عالي شكراً لهاي طللة حلوة وأتمنى لك التوفيق يا عزيزي محمد جبار ما قدر يتهلوا إيانا مثل ما لاحظتوا أعزائنا المشاهدين الآن المتسابق إبراهيم علي من محافظة صلاح الدين وأعتقد أول متسابق الحد الآن من محافظة صلاح الدين أهلاً وسهلاً عليكم السلام ورحمة الله أهلاً أهلاً إبراهيم علي الدجيلي سيدتي لأسيدتي مولاتي أم البنين سلام الله عليه عليه السلام يا قمار خبيرني عنهم ويني لا يحباب والهوال والدي أتأيلهم كل شي ما جاء كل بكاء كل دعاء كل شي ما جاء كل شي ما جاء لاني عدلة ولاني ميتة راحة وأحبابي وأنا مجين تلك موسيقى كل شي ما جاء سلام أكاد والسلام لك إعطاء لك إعطاء لك أعطاء لك قد تقليل والمحنة يا قمر بدموع سيلا حول أموهين قلها خليني أشوفا صورة حسين كل فيتا قد نخيتا كل شي ما جاب كل شي ما جاب يا قمر خبرني عنهم وين الأحباب شكراً لك يا إبراهيم علي وصراحة يا عز علينا لكن أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أستاذ علي يعني بدأت حسك والله إبراهيم شانا تنتظر بس قفلة قفلتين يقفلها صح وضغطها والله الكلمة ضغط وحدة من عدهم خلانا عنص لا خلو أنا خليت ايدي حلوة بالأخير وبخير البيت والمستهل شوية انتظرت الوراء مع الملاحظات عن هذا صوتي وتعبر إن شاء الله تعبر الخدمتك بس انت صوتك تعبان لهو هيج لا أرغب الله منكتل لك بس أنا عبرتك قال لكم مرحلة ثانية أستاذ علي ما عند دنيا يعبرك لا أبين نوج لا لا حبرتك أليك مرحلة ثانية لأنه لا تخذني هذا ضغطتك بس شنو الموضوع أنت عندك جاي توقف يعني على نص الكلمة السواس هذا ما يسير يضيع المعنى حبيب أنت لازم نهاية الكلمة السواس المرحلة الثانية ما رح تشوف أشترى يعني شوية مساعدة شغير وجوه ما دي لقائي ما علي تلقى غير وجوه يلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك أبراهيم علي من صلاح الدين أهلو يانا المرحلة الثانية الآن المتسابق أمير السويع دي من بغداد أهلا وسأل صلنا ويو الله ما شفنا هالبغداد نحن 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 هم ضيوفنا أهلا أموري رجلا كريم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله عليكم السلام رصيدة إلى العليم السلام سلام الله عليكم نحن هؤلاء مرتبط مرتبط بالعلم اذكروها لا تنسوها على ليلة كوم دعواي رجواي ربي باركي وسهل أموره يا نور بالنور اقبل دعوة وحقك نصرهم ماشين والدين بانت ميّنت؟ ويضلي بأمورهم بانت ميّنت ويضلوب أمورهم تشيع توديح ما تفرق على عيوني بسفرهم صح تحيين شام وحي بني هاشم يا عمام ويا علو، جاسم شافيني تعافيني شامت كوم معروف شي يشوف مين ودي حلو سلم للغيار طيب الله أنفاسك يا أمير تهلت وياني مرحلة ثانية إن شاء الله كل التوفيق إليك النوب من تقرأ بلي تذكر إمام تذكر الأئمة الشخص اللي بالطف قول عليها السلام ما تخسر شي قول مولاتي مولاتي عليها السلام شو تقول مولاتي المنيتشان القصيدة للعليلة مولاتي للعليلة شكرا جزيلا أمير السوعد حضور حضور والبور مالك ما شاء الله ينطيك العافية يؤدي بشكل جميل شكرا جزيلا أمير السوعد تأهلت وياني الآن المتسابق سجاد علي حسن من بغداد سجاد علي حسن أهلا ومرحبا سجاد علي حسن من بغداد السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام السلام سجاد جيد عمرك سجاد بالمدرسة ساد سعداني ما شاء الله موفق إن شاء الله شكرا جزيلا حبيب دنيتي بس انت عندي يم 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 لوري حيتاني بقي وحدي يم 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 يا حليم عمري وترى جيتك ذخور يا بني تدري بحالتي وحيرت زماني يا بني تدري بحالتي وحيرت زماني ولد واحد انت عندي ماكو ثاني جيني تحسي بعمرك يحساي بالثواني جيني تحسي بعمرك يحساي بالثواني عايش الأجلك ولا غيرك تاني زهرتي سنيني وسيقيتك دمع دمعي ويبحاناني رضعتك دمع دمعي يا حليم عمري وترى جيتك ذخور انت قلبي يا علي وجروحي طيبه شكرا جزيلا يا سجاد علي سجاد اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في مسابقات مقبلة بحق محمد وعلي محمد لكن ملاحظات نفعك من اخوانك باللجنة عبائك يحتاج سجاد نتمنى من عندك ان تكثر من الاستماع المتنوع والتقليد اذا تسمع رادود والحفظ من تسمعه اقراوية ان شاء الله استاذ والحفظ ايضا شيخ ميثم ويحفظ علي ان يحفظ نعم احفظ اكثر شرف يعني يكفينا بس ان الشرف ان الشرف شرف لي وعلى رأسك كله ان الشرف الله يسلم رأسك منالك التوفيق ان شاء الله شكرا منالك التوفيق شكرا جزيلا اعزائنا المشاهدين لا يسعني لا نختم هذه الحلقة من برنامج منشد العراق الموسم الثالث شكرا لكرم المتابعة شكرا لكم كذلك اشكر اللجنة واتمنى لكم كل التوفيق شكرا يا شيخ ميثم شكرا لحضرتك جزاك الله خير شكرا يا عالد دلفي حبيبي شكرا الله يبارك به شكرا استاذ سمير لا شكر على الخدمة هذه الخدمة لبي عبد الله الحسين وايضا هي اطلالة نطل من خلال هذه الشاشة من المشاهدين الكرام ونشوف هذه الاصوات الجميلة جدا وهذه الاماس الرمضانية الجميلة آني اشكركم الله يبارك بك استاذ سمير اعزائنا المشاهدين شكرا مرة ثانية لكم وانتظرونه في حلقات مقبلة باذن الله في امان الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة